عين على المؤسسة حديثنا اليوم على مؤسسة عمومية تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتم أحديثه في 14 ديسمبر 1960 وليتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي الذاتي كمؤسسة عمومية تتمثل مهام الصندوق في التصرف في نظام المنفع العائلية يعني المنح العائلية والزيادة في الأجر ومنح الراحة للعمل كما التصرف زيد في نظام التأمينات الاجتماعية كما منحة الوفاة ورأس المال عند الوفاة كما يتصرف زيد الصندوق في نظام جراية الشيخوخة والعجز والبيقين على قيد الحياة للأجراء وغير الأجراء كما يعمل الصندوق على تمويل العمل الاجتماعي والعمل على تطبيق الاتفاقية الثنائية للضمان الاجتماعي ويرتكب مجلس إدارة الصندوق من ثلاث أعضاء يمثلون الدولة وأربع أعضاء يمثلون منظمات الأعراف الأكثر تمثيلا وأربع أعضاء يمثلون المنظمات النقبية العمالية الأكثر تمثيلا الصندوق يعمل على توفير القبول لحسن القبول الحسن لكل مواطن وإرشاده وتوجيهه والرد على كل المكالمات حينيا أو في أجل أقصى 24 ساعة وبالإجابة على كل بريد إلكتروني في أجل أقصى 48 ساعة والإجابة على كل بريد موجه للإدارة في أجل أقصى 21 يوم وفق ما جاء في الصفحة في الموقع الرسمي للصندوق عدد المضمونين الاجتماعيين لجميع الأنظمة ينقسم إلى مضمونين نشطين ومنتفعين بالجراية وبلغ عدد المضمونين نشطين سنة 2020 زوز ملايين و353.743 مضمون اجتماعي أما عدد المنتفعين بالجراية بلغ 904.261 منتفع وفيما يتعلق بعدد أعوان الصندوق نلقاولي عددهم 4.808 عاون فقط موزعين على 48 مكتب جهوي ومحلي ونذكرهوني اللي الصندوق سجل خلال سنة 2020 ارتفاع طفيف في أعباء أعوان بقيمة 3 مليون دينار وبنسبة 2.1% مقارنة بسنة 2019 وحسب وزارة المالية فقد سجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2020 انخفاض في عدد المضمونين الاجتماعيين والمنخرطين النشطين هذا سجل الصندوق خلال سنة 2020 ارتفاع في العدد الجملي للمنتفعين بالجراية كما سجل زاد الصندوق سنة 2020 نتيجة سلبية صافية قيمتها 1071 مليون دينار مقابل تسجيله لخسائر بلغة 667 مليون دينار خلال سنة 2019 وسجل بذلك تدهور في النتيجة الصافية بقيمة 404 مليون دينار وبنسبة 60.5% ومن الأسباب تدهور هذا هو الخسائر المسجلة على مستوى نتيجة استغلال الصندوق وبخصوص الاستثمارات المنجزة سنة 2020 من طرف الصندوق بلغة 8.6 مليون دينار منخفاض قيمته 1.3 مليون دينار وبنسبة 13.1 مليون دينار مقارنة بسنة 2019 وفيما يتعلق بالمديونية بلغة مديونية الصندوق توجه بقي سنديق الاجتماعية سنة 2020 ما قيمته 3.364 مليون دينار بارتفاع بقيمة 944 مليون دينار وبنسبة 39% مقارنة بسنة 2019 وتمثل المديونية أساسا في ديون الصندوق المتراكمة توجه الصندوق الوطني للتأمين على المرض باعتبار عدم قدرته على تحويل كامل الاشتراكات المستخلصة لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض رغم الوضعية الصعيبة للصندوق هنا نقص الوضعية المالية إلا أن الصندوق ما زال يأمن قروض وسنة 2020 9.79 شخص انتفع بقروض القروض الشخصية مثلت 70% و20% قروض جامعية والباقية بين قروض سيارات وقروض سكن 14.3 مليون دينار هي القيمة الجملية للقروض في المقابل الصندوق منذ سنة 2006 معادش يتكافل بمصاريف العلاج ومنحة المرض ومنحة الولادة وجبر الأضرار الناجع عن حويدة الشغل والأمراض المهنية وأصبح يتكافل بهم الصندوق الوطني للتأمين على المرض مصاريف الجراية اللي تم نشرها على الموقع الرسمي للصندوق تقول أنه المصاريف تتوزع إلى 3.260 مليون دينار جراية شيخوخة و64.668 مليون دينار جراية عجز و601.973 جراية قرين على قيد الحياة العمل الاجتماعي كانت مصاريفه سنة 2217.1 مليون دينار وأصبح 22.1 مليون دينار سنة 2020 التأمين الاجتماعي كان سنة 2032.7 مليون دينار وبلغت سنة 2020 73.8 مليون دينار المنافع العائلية كانت 73.6 مليون دينار سنة 2020 وبلغت سنة 2020 72.5 مليون دينار منذ سنة 2018 وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية استراتيجية لإصلاح السنديق الاجتماعية ستة سنوات تعدي واليوم ومارناش أي إصلاح بالعكس وضعية السنديق الاجتماعية وباقي وضعية السنديق الاجتماعية الكل في تراجع عين على المؤسسة